عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء في التطوير المستمر لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والجديدة بما يقدم المشروعات التنموية ويحقق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب العمل من أجل تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة